حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن التداعيات الاقتصادية والانكماش الناجم عن تداعيات أزمة فيروس كورونا دفع بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط إلى وضع وصفته بالبائس أكثر من أي وقت مضى وزاد من حجم احتياجاتهم أشارت المنظمة الأممية في تقرير صادر لها اليوم أن عدد اللاجئين السوريين الضعفاء الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الموارد الأساسية للبقاء قد ارتفع بشكل كبير للغاية نتيجة حالة الطوارئ الصحية العامة لافتة إلى أن المجتمعات المضيفة للاجئين في دول الجوار السوري تواجه صعوبات متمثلة في الافتقار إلى الحدود الدنيا الأساسية اللازمة للحياة فقد عدد كبير من اللاجئين دخولهم الضئيلة أصلا بسبب خفض الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء ذكرت المنظمة أن الأسر اللاجئة تتحمل ديونا إضافية تثقل كاهلها ولم تعد قادرة على دفع إيجارات منازلها ومأواها حتى الآن في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر الحماية بما في ذلك مخاطر عمل الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس والزواج المبكر وغير ذلك من أشكال الاستغلال اشتركوا في القناة